واستعرض لواء مصطفى أمين ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قامت الشركة الوطنية للتبريدات والتوردات وخلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن بتدبير ما يزيد عن 300 ألف طن من السلع الغذائية الأساسية من لحوم ودواج وزيد طعام وغيرها وقد تم تسليم مزارة التموين نحو 50% منها وتم طرح الباقي من خلال منافذ البيع السابتة والمتحركة التابعة للجهاز في الأحياء الشعبية بالمحافظات كما قامت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بشرق العوينات بتسليم مزارة التموين هذا العام 210 ألف طن من إنتاجها من القمح عالي الجودة وتقوم الشركة الوطنية للزراعات المحمية حاليا بإنشاء 4780 صوبة زراعية كمرحلة أولى في مناطق الحمام وفايد والعاشر من رمضان